السلام عليكم أصدقائي إذن موعد وتوقيت مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العماني والديان وتصنيف الفيفا الجديد ودوري الجديد أولمبي وجوائز مالية هذا اللي كان عم يطرحوا اتحاد كرة القدم السوري كان عم مفاجئة جميع لأنكم ليش عم مفاجئة جميع بس نفوت بالتفاصيل قبل ما نفوت بالتفاصيل على اليوتيوب اتعاملنا القناة على الفيسبوك لايك وأنا لكم نكون شاكرين إذن نهار الجمعة إن شاء الله غدا 23-12 منتخبنا الوطني سيواجه المنتخب العماني وديا في مباراة رح تكون بـ 23-12 غدا ومباراة الثانية رح تكون بـ 30-12 بمعسكر خارجة الهدف منه السياحة والسفر والتقاط الصور والعودة مع الغنائم الوافيرة يعني سبعة أيام بين المباراة للأسف يعني المعسكر والمباراة الوديو وهذا الشيء ما بوقته سبعوا حكيت فيديو كامل ما بدل جا عيد نفس الكلام إذن المباراة رح تكون بدون محترفين لأنه حسام سيد مدر منتخبنا الوطني عميوا لنا دعيت المحترفين بس عميوا لهم المباريات مانا بأيام الفيفة هو سبأ ودعل هو السبأ وما دعا المحترفين وكانت المباريات مو באيام الفيفة فهي حجة لحسام سيد لحتى يلعب اللاعبين المحليين ويتلعب المباراة وديئة أمام عمان يعني لا فائدة منها من الله معنا ما رح سفيد من المباراة المباراة الساعة خمسة بتوقيت دمشق منقولة على قناة عمان الرياضي قناوات السورية سمعان ما نهون على أغلب 90.99.99.99% ما رح تنقل المباراة على قناوات السورية لأنه ما فاضين عندهم بكون يا كبت الماجد يا مسلسل تاخد شرعي يعني في شيء ما بيقدر يفوتو عليكم في شغلات تضاريس ما لازم تفوت على المشاهد أهم من الرياضة وأهم من منتخبنا الوطني إذن أنا بتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني أمام منتخب العمان إن شاء الله يا رب يعني نستفيد مع أنه باستبعد هذا الشيء إن شاء الله نتفوق مع أنه كمان باستبعد هذا الشيء إن شاء الله يعني حسام السيد بلاقيله هيكي شيء يستفيد منه بهالمبارتين والديات الله يفرج يا رب عوجة إذن الجمعة 23.12 غدا إن شاء الله ساعة 5 بتوقيت دمشق بالنسبة لمنتخبنا الوطني عالميا تصنيف العالم الفيفا اللي كان عم يطلع اليوم حكينا في فيديو سابق حكينا عن تصنيف المنتخبات 90 عالميا 14 آسيويا 12 عربيا الله محيس سابت يا بي خليكم سابتين نحن جماعة ما منحرك نحن لا قداموا لا ورا 90 عالميا 14 آسيويا 12 عربيا يعني أحمد ربكم ما زلتوا للمية بعد ما لعبت المنتخبات بكأس العالم والشيء اللي عم يعملوا كوريا الجنوية واليابان والمنتخبات العربية أحمد ربكم ضلتوا بالمركز 90 طيب اتحاد كرة القدم خبر الثاني اتحاد كرة القدم كان عم يطالع قرار عم يفاجئ في الجميع انه نحن رح نعمل دورة سوري أولمبي تحت 23 سنة دورة سوري أولمبي تحت 23 سنة لمواليد 2002-2003-2004 ابتدائم من شهر شباط 2023 فاجأت جميع اه انت تفاجأت يا موسى انا تفاجأت ليش لانه نحن عنها الدورة الدرجة الأولى الممتاز معم يبشي شتون دعم الأولمبي يعني انت شايف الاندي انه مرهقة ماليا كمان بدك تجبر على فكرة الدورة مجبور انت فيه يعني الاندي الموجودة حاليا بالدورة الممتاز ممنوع اي نادي يرفض للمشاركة ممنوع اي نادي يرفض للمشاركة على فكرةها يغرم فيها غرامة 10 مليون ليرة سورة عفكرة فيها جوائز طيب المشاركة الزامية لانديت الدرجة الأولى طيب المباريات كيف رح تصير رح تصير زهاب وإياب تقسم الى مجموعتين كل مجموعة رح يكون فيها 6 فرق 12 فريق الى مجموعتين كل مجموعة رح يكون فيها 6 فرق تلعب زهاب وإياب صاحب المركز الاول والتاني من هين مجموعة صاحب المركز الاول والتاني من هين مجموعة بدأهله الى نص نهاية بالدورة الأولمبي بلعبوا بين بعضهم بمكان ممكن يكون دمشق أو بمكان محايد محايد بلعبوا فيه نص نهائي نهائي وبعدين البطل البطل شو بيطلع له يا موسى سمعنا بالليرات بدنا نسمع ملايين أبشر هاي الملايين صاحب المركز الأول يحصل على 20 مليون ليرة سورية أصدقنا أن أندي رح تتكلف أكتر من هيك على هيك دورة بين روحة ورجع وتجهيزات شو 20 مليون ليرة سورية طب 20 مليون ليرة سورية البطل نحن نحن نحكي على فكرة البطل 20 مليون سورية يعني إذا أنتوا 20 لاعب مع المداريين مع المدربين يعني كل واحد تطلع له مليون تعرفوا قديش مليون يعني حاليا ما يقارب المئة دولار أو المئة وخمسين دولار كل لاعب كان الله في العالم بتحوط محطوها الأنديحة بنزين إذا عندهم بنزين وتنقلات فقط يعني وتيلات وهيك شغلات يعني شو 20 مليون صاحب المركز الثاني جوخ بيطلع له 25 لا شو 25 لا صاحب المركز الثاني بطلع له 15 مليون ليرة سورية 15 مليون ليرة سورية اشتروا في بيبسي ووزعواها على الأنديحة والله حق أنا أنا ما يمتكفل عندي أهم شيء ثالث شيء وهو اللي أهم شيء أهم من البند الأول اللي 20 مليون ليرة سورية البطل 15 مليون ليرة سورية الوصيف أهم شيء البند الثالث كان في حال انسحاب أحد الأنديحة يغرب بمبلغ 10 مليون ليرة سورية ممنوع أنت تشارك يا أخي إذا الجزيرة بالدورة السورية ما عم يقدر يشارك إذا الجزيرة الرجال عم يعاني من الإقامة والتنقل بين الملاعب إذا لاعبي إتحاد أهل حلب المحترفين الثنين هاربوا قالوا لك فسخنا العقد ألا بدك تقول لي نحنا نحن نحكي عن أولمبي معن أول إذا منتخب الأول عفوا إذا النادي الأول ممتاز فريق أول كان كرامي أو الاتحاد أو تشرين أو حطين أو الاندي الإدارات ما عم تقدر تأمن الأموال لهذا الفريق أنا شلون بدي أمن أموال له فريق أولمبي كفكرة حلوة كفكرة حلوة بس أنت تكون من الأساس مشتغل صحيح يعني أنت من الأساس ممشت دورة مسهلت دورة عاطي للأندي والإدارات مبالغ حتى يمشوا حالما فيها يعني أنا بدان ما أبعث الفريق على الخليج يعمل منتخب بدان ما أبعث المنتخب على الخليج يعمل معسكر ما في منه أي فأدي أنا بعطيه دول مصارب تقول لي من الأموال المجمدة برضو من الأموال المجمدة بدعم فيها الأندي بدعم فيها الأندي مشي الدورة الممتاز بعدين ممشي أولمبي لك أنا إذا ممتاز ما عندي أنا كنادي كرامي اليوم ما عمدر كيف تصرف رواتب اللاعبين شلون بدي أمن لك أنا رواتب للأولمبي وعداك بدك تقول لي الأم الأولمبي هني من أساس عم ياخدوا رواتب بالنادي طيب أنا شلون بدي أمن لهم تجهيزات تنقل معداد أي كلها بدها شغل كمدرب بدي يكون عندك بالأولمبي كمساعدة كإدارة كادر فني جهاز فني ما في عندك أي مقاومات دورة أولمبي ما عندك المقاومات لهذا الشيء هاي خطوة حلوة إنه ما في شيء قبل أهم هو يكون عندك دورة ممتاز وينه؟ ما في دورة عندنا الدورة السورية المو ممتاز دورة السورية للمنحرفين بعد ما هرب المحترفين أهل حلب يعني أفضل اثنين محترفين بالدورة أهل حلب هلا خسروهن لانه ما عمل عمي شهرين ولا فينيه لتأجيل الدورة الى شباط يعني بالشهر الواحد ممكن ما تشوف دورة ممتاز وبيجي بقول لك بديعمل دورة اولمبي علي انه اساس ما بعرف يعني بس قراراتك لأ واذا قلت لأ ما بدي شارك بتدفع عشر مليون ليرة سوريا عوجة نهاية الفيديو اليوم في كتيرين بيعتبوا مني انه بيعتبوا عليا انه انا في الكتيرين بيعتبوا عليا انه انا بقصى على المنتخب السوري وعلى المسؤولين الرياضيين بسوريا وانه نخف شوي وادعمون انا من حرقة قلبي والحب للرياضة السورية وللمنتخب السوري وللرياضتنا بحب انه نكون نحن يعني ما بدو لك احسن نلوصلوا على كأس العالم نقارن حالنا فيهم بس من الوجع نحن عم نحكي من الحب نحن عم نحكي من الشغف نحن عم نحكي نحن حكينا وانتقادة على القناة قناتكن مو كره لا هاي محبة ادوات حب شخص بتنصحوا ادوات حب شخص بتحكي انه هاي هي الاخطاء نحن نسفق سفق 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 لصرنا اخر ناس سفق سفق لصرنا تسعين عالميا وراح نصير مية عالميا كل المنتخبات قدمت ونحن الساعة نعم نسفق ونقول ايه دعموا وشجعوا يلا واغاني وطبل وزمر ما في عنا رياضة ليش لأ بدنا نحن ننتقد نقض البناء هو البدعم المنتخب نقض البناء هو بدعم الرياضة انتقد بدان ما تطلع بدان ما اطلع انا اضحك على حالي اضحك عليكم ام نحكي الحقيقة هاي الحقيقة اللي حكيت انا في فيديو اليوم انه نحن ما عنا دورة ممتاز ليش يكون عنا اولمبي هاي بالمختصر ما في داعي جمع الامور وما في داعي نحن نتخبه وراء اصبعتنا في شيء واضح لازم نحكيه مشان هيك انا حبيت احكي بالنقطه اي لان البعض بينزعجوا مني بقول لي بتنتقد كتير بتحكي شوي بتحكي كتير بتتمسخر على منتخبنا وتتمسخر على رياضة لا انا ما انتقد انا ما هنا بنصخر حدي فيديو اليوم ما فيه اي مصخرة بالعكس عم احكي الحقائق انا ما عندك دورة ممتازة تعمل دورة لمبين بعاجة اللي حد فيديو اليوم كان الله في العنو بتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني امام المنتخب العمانة بتمنى دائما نظلو اخير السلام عليكم